استووا وأتذروا تراثوا لا تذروا بينكم فرجات الشيطان الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عن ما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا لهمكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ذجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصون فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت ممصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها برثا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاءا وفاقا إنهم كانوا لا يأجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكعسا ذهاقا لا يسمعون فيها لبوا ولا كذابا جزاءا من ربك عطاءا حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أدننه الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتقذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني كنت درابا والنازعات غرخا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف راجفة تتبعها الرادفة قلوبه يومئذ واجفة أبصرها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى إذا بإلى فرعون إنه طوى فقل هل لك إلي أن تزكى وأهديك إلى ربك بتخشى فأرىه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكان الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأرطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعابكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاب مقام ربه وأما من خاب مقام ربه ونهأ النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عشية أو ضحانا عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك أن عله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنو تلها كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفره كرام برره قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطبة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كنا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبثنا فيها حبا وعنبا وقربا وزيتولا ونخلا وحدائق غربا وفاكية وأبا متاعا لكم ولأنعابكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مصفرة وجوه يومئذ مصفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غفرة ترهقها قترة أولئك هم الكبرة البجرة إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموغودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أخضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأبق المبين وما هو على الغيب بضنيا وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء فطرت وإذا الكواكب امتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بثرت علمت نفسه ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعي وإن الفجار لفي جحية يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخصنون ألا يظن أولئك أنهم نبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجيا وما أدراك ما سجيا كتاب مرقوة ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتن أثيا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولية كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصان الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علي وما أدراك ما عليون كتاب مرقوة يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيّة على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيّة يسقون من رحيق مختوب ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجربوا كانوا من الذين آمنوا يرحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهيا وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لغلون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسطيرا وينقلب إلى أهله مسعورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهر فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسورا إنه ظن أن لن يحروا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشقق والليل وما وساقا والقمر إذا اتساقا لتركبون طبقا عن طبقا فما لهم لا يؤمنوا وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله أحب المخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذين هم ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله بسم الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان من مخلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجذر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نبعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بصلا بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصحوفة وزرابي مبخوثة أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فاذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف بعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليه ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحابون على طعام مسكين وتأكلون التواث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجي يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيها النفس المطمئنة يا أيها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك إرجعي إلى ربك راضية مرضية يا أيها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله يقول أهلكت مالا لبدا أيحسن أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشبتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبه وما أدراك ما العقبه فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسعبه يتيما ذا مقربه أو مسكيما ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار معصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خرب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعد أشقاها فقال لهم رسول الله لا قتى الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلا وما خلق الذكر والأنثى إن السعيكم نشتا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأمرتكم نارا تلغى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتضاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف نعطيك ربك فترضى ألم يجرك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويا ثم رددناه أسفل سافليا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر عير ممنوعا فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين إقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق إقرأ ربك الأكرم الذي علم بالخلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطوا أرأى مستغنى إن إلى ربك الرجع إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لهم لم ينتهل نسبعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناذية سندعو الزبانية كلا لا تطعوا واسجد واقتربا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام لي سلام لي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطورة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البلية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البلية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعث وما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدواك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة واضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقيم ثم لتسألون يومئذ عن النعيم والعصر إلا الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصابر غير لكل همزة لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب أن مالا أخلده كلا ليمذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطل على الأفعدة إنها عليهم مقصدة في عمد ممددة ألم تر كيف بعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرعيت أرعيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتين ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعوت إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شالئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمل ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغلى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطاب في جيدها حبل من مسادا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر أسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقاد ومن شر حاسد إذا حساد قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ترجمة نانسي قنقر